الانتهاء من العمليات القتالية في غزة تصريحات اسرائيلية عصفت بالاذهان حول المعنى والمضمون وتوقيت تلك تصريحات التي تزامنت مع مفاوضات وقف اطلاق النار ميدانيا لم تنتهي الضربة الصاروخية على القطاع ولم تتوقف الحرب لكن ما الذي انتهى؟ عمليا وفي مشهد علوي من شمالها إلى جنوبها تحولت غزة إلى مدينة من الركام والقيام وعلى لسان الجيش الاسرائيلي فهو يتبنى اعلان تفكيك قوى حماس في الجنوب كما فعل في الشمال وان الوقت حان لعقد صفقة تبادل لكن اسرائيل من ناحية قيادتها السياسية ترفض بنود اقتراح بايدن الذي وافقت عليه فصائل غزة سابقا وتتمسك بمحورين تسريم وفلادلفيا ما يعني ان الحرب مستمرة واستمرار القتال مرهون بأية معلومات استخبارية كما تقول هيئة البث الاسرائيلية ومن ساحة المعركة في القطاع إلى ساحة المعركة المحتدمة في جنوب لبنان هنا حيث تبادل القصف والصواريخ بمصيرات حزب الله وصواريخ اسرائيل في لغة الارقام الموجعة نزح اكثر من مائة وعشرة الاف من الجنوب اللبناني منذ اكتوبر الماضي وقتل اكثر من اربعمائة عنصر من حزب الله اللبناني في لغة الحرب فإن عمليات الرد على اغتيال القياد فؤاد شكرت تسعت مساحتها في العمق الاسرائيلي فتوجه اسرائيل ضربات الرد على كل هجوم يطال مواقعه العسكرية نذر التحذير اذن من خروج الامور عن سيطرتها تتصاعد وهنا تتجه الانظار الى جنوب لبنان من رد اسرائيلي يسبق رد حزب الله المرتقب والتكهنات على اشدها بعد اعلان انتهاء الجيش الاسرائيلي عملياته في غزة وحل تلك العقدة المنتظر من اطراف الصراع يرافقه تحذير امريكي من رفض اي محاولة من شأنها ضرب التهديئة ووقف اطلاق النار في الشرق الاوسط اي ان الانتقال الى عمليات اوسع في جنوب لبنان يعني ان النار لن تخمد او قد تشعل ما حذر منه الغرب ببركان غضب اقليمي